طيب النادي الأهلي أصدر بيان منذ لحظات قال فيه الأهلي يدرس اتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقوقه بعد تصريحات حكم مباراة القمة عبرت إدارة النادي الأهلي عن انزعاجها الشديد من التصريحات التي جاءت على لسان حكم مباراة القمة الأخيرة في أحد البرامج الإزاعية صباح اليوم التي أشار فيها إلى شعوره بالتوتر لدى لعب الفريق المنافس بعد الهدف الثالث للأهلي ومن النتيجة الكبيرة وأنه اضطر إلى التحدث مع مساعديه وأبلغهم أنهم في مرحلة الإدارة وأنه سهل جدا أي لعب يعمل حاجة في حاجة وكرت في كرت وبالتالي لا يكون من وجهة نظره أنه قام باحتواء اللعبين في ظل التوتر الذي أصابهم كما أن تفسيرات الحكم في البرنامج الإزاعي لبعض الأخطاء التي ارتكبها لعب الفريق المنافس لم تكن موفقة بل وتجافي الحقيقة وما جاء من تفسيرات على لسان رئيس لجمة الحكام ذاته وفي هذا السياق يدرس الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس دارة النادي الأهلي والمشرف العام على قطاع الكرة الموقف كاملا مع الإدارات المعنية والعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق النادي الأهلي ده كان بيان النادي الأهلي الذي صدر منذ قليل أو منذ لحظات والبيان بيفسر نفسه مش محتاج منه أي تعليق طبعا النادي الأهلي ورئيس مجلس دارة الكابتن محمود الخطيب بيعملوا ليلة النهار على الحفاظ على حقوق النادي وأن التصريحات دي اتخذت بمحملة جد كما واضح أمام حضراتكم وطبعا سيتم اتخاذ الإجراءات التي يراها كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة مناسبة لمسل هذا الظرف وخلينا نروح لأرض المدينة